هوي بريس نحو إعلام هادف أن الاختصاصيات تلقين عبر الخط الساخن من القصص اليومية ما تقشعر له الأبدان وذكرت الاختصاصية الاجتماعية لياميس سينا ذات التلاتون عاما التي أسست هذه المنصة عام 2022 أن أعداد الضحايا في ارتفاع وقالت إنهن أبلغنا بخمس حالات جديدة في أسبوع واحد وكشفت ميديا بارت أن المنصة تلقت آلاف المكالمات من الآباء والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين وممردات المدارس وأحيانا حتى من بعض الزبائن الذين يلاحظون أن بعض الفتيات التي ولجن المجال لم يبلغن بعد سن الثامنة عشر سنة القانونية لممارسة البغاء حسب ما تسمح به قوانين فرنسا وهذا ما مكن من تحديد أكثر من مئة وسبعين حالة من دعارة القاصرين في منطقة الواغاتلانتيك وحدها وأكدت ليام السينة أن الحالات التي تعاملنا معها صادمة وضربت مثلا لذلك بتصريحات أدلت بها مراهقة مذعورة تبلغ من العمر 13 عاما حيث قالت إنها ملزمة بالعودة إلى هناك وإنه إذا لم تذهب فسيحبسها مستغلها بقفص في قبل وبحسب ميديا بارت فقد كشف بحث قامت به مؤسسة برومي فرانس ونشر عام 2022 أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل رئيسي على الفتيات بنسبة 93% وأشار إلى أن كل طفل من اثنين كان ضحية للعنف داخل أسرته إما عن طريق العنف الجسدي أو زن المحارم هوية بريس نحو إعلام هادف